أهلا بكم من جديد مع آخر تطورات مقتل الشاب السوري شريف خالد الأحمد هنا في اسطنبول في منطقة باغجلر لا تزال أو لا يزال عدد من الشهود ومن من كانوا برفقة شريف قبل مقتله بدقائق برصاص ثلاثة شبان أتراك وفق مع عرفنا لا يزالون في مغفر الشرطة حتى الآن الكثير من الأنباء التي وردتنا تتناقض حول ماذا يمكن أن تفعل السلطات معهم بالذات أن أربعة منهم لا يحملون بطاقة حماية معقدة وواحد يحمل بطاقة حماية لكنها لم تصدر عن ولاية اسطنبول أيضا تفاصيل أخرى لها علاقة بما حدث خلال التحقيقات أرحب إبراهيم أحد أقارب شريف وهو أيضا اطلع على جزء من التحقيقات أول شيء العمر إليك يا إبراهيم طلعت على كاميرات المراقبة المتوفرة عند الشرطة شلي شفته الكاميرات مراقبة ثلاثة أشخاص يعني الشخص واضح كتير أنه مسدس بخصه حتى إيده على خصه يعني وأشخاص مشتبه فيه يعني الأشخاص اللي كانوا ببيت أنا ما كنت بالبيت الأشخاص اللي كانوا بالبيت يعني تعرفوا عليهم وإن شاء الله متأمل خير عابيقولوا إن شاء الله مسكون يعني وفيه شخص من الأشخاص جابوا أمه من البيت وعبتقول إنه إجوا رفقاتهم من الصبح الساعة أربعة ضلوا يدقوا الباب وضلوا يدقوا الجرس لحتى أخدوه وهلأ ما بتعرفينه يعني إن شاء الله يعني السبت الجرم عليهم ما في مجال لهني أصحاب سوابق يعني حسب ما نذكر قدامي بالمخفر يعني وقت عبيحكوا بينات بعضهم عموما الشباب كيف وضعهم النفسي بيناتهم أخوه شريف لي عمره 16 سنة كيف وضعهم هلأ؟ يعني لا الشباب وضعهم النفسي أكيد يعني يعني كتير سيء كتير كتير وخاصة أخوه شريف لحد الآن يعني ما خبرنا يعني من الساعة سبعة صبح توفى الله يرحمه ويك إن شاء الله ياخد إن شاء الله تاختونا حقه يا رب يعني كتير سيء الوضع الشباب ووضع خاصة أخوه يعني عمره 16 سنة يعني لحد الآن يعني عبيحاولوا أنه ما يفرجوا سوء وضعه لأخوه شريف مشان يرفعواه من معنوياته يعني بالأخير أول وآخر يعني بدي يعلم بالخبر الله يرحمه ويك ويجع المسوعة جنة يا رب في خشية من أنه يتم ترحيله إلى سوريا لما تبصيمه شو قالوا لكم آخر شي يعني لأ آخر شي حسب ما أنا ذكر يعني ندأ قدامي تليفون عبيقول ندأ للقوش إدارسي يعني الشعبة اليابانجي الشعبة الأجانب عبيل له هدول بينبعتوا عطوزة يعني هون بإسطنبول ما لهم كمالك يعني إن شاء الله ما يترحلوا يعني إذا ترحلوا القضية رح تتعقد كتير كتير يعني خاصة بهالوقت هذا يعني مشددين علينا كتير كتير بتمنى إن شاء الله ما يترحلوا وفي احتمال يعني يترحلوا يعني بقول لك لا يعني منطالب السلطات التركية يعني أنه تأخذنا حقه من المجرمين يعني الغالي راح نحن ما بدنا شيء أبدا أبدا بس ينكمشوا يعني ويأخذوا أشد العقوبات يعني تأمل من الله خير الله يرحمه يعني أذر الله وصار الحمد لله رب العالم لا حوله ولا قوة إلا بالله شكرا يا إبراهيم والعمر إليك مرة ثانية كما ذكر إبراهيم والدة أحد المتهمين تم استدعاؤها إلى المغفر هنا في منطقة بغشلر وأدلت بإفادتها كان أحد المهاجمين وصل إلى منزلها وطلب ابنها عند الرابعة صباحا أنزله في ذلك الوقت واختفى ابنها عنها أحد المتهمين أيضا غادر السجن منذ فترة قصيرة جدا هم حسب ما عرفنا من العائلة ومن ما سرب إلينا من التحقيقات التي تجري الآن هم أصحاب سوابق أساسا قبل أن ينفذوا هذه الجريمة التي تقول العائلة إنها بدوافع عنصرية وكان أكد لنا أيضا الحقوق طه الغازي هذه الدوافع وهذا التوصيف للجريمة قصي عمامة إسطنبول أورياند ترجمة نانسي قنقر